اشتركوا في القناة ربنا يزيدك ويجعل وشك حلو عليك يا ربي هاببت دايما طبعا وشك حلو عايزين نعرف عيوب وميزات كل برك ندخل بقى في القصة على طول كده حنزعلي الناس من أول الحلو على طول يا شري ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا فينا الحلو وفينا الوحش وانا ونصيبي يعني انت ممكن تتعاملي معايا تطلعي مني كل الحلو عشان بتحبيني وحد تاني بيكون بيستفزاني مثلا وانا ضعيفة فيطلع مني كل حاجة وحشة وبان قدامه ان انا وحشة لان كل انسان فينا في نقطة ضعف تمام فلو انا دلوقتي هتكلم عن مثلا هنبدأ من برج يعني الحمل مثلا بنوطة الحمل دي بنوطة بصي بتحب الهدوء وهي الناري وبتحب الحب جدا وعنيها بتتكلم بس بتكره جدا عنيدة وما تحبش الأوامر فلو هي ربنا كرمها براجل كده عايز يدي أردرات والكلمة كلمتي هتطلق يعني بص مش معي يا حبيبي بقفت في وش النار فهتحرقك مش هتدفيك عندك بنوطة زي الحوت بنوطة الحوت برج المائي المية جميلة وبتسلطة رينا احنا مش هنتكلم عن البنات بس عشان المشاهدين ما يزعلوش هنتكلم عن الجنسي لا معلش معاشر ولد الحمل ولد الحمل جريء في الحب واي بنت تتمنى رجل يهتم بتفاصيلها ويحبها بجرأة كل بنت فينا تقول ايه المخرج ما يزعلش والنبي بيقولك الكوس هقول الكوس طبعا رجل الحمل كمان اكمله رجل الحمل جريء وكل بنت بتبقى عايزة الولد المؤدب الجريء واخدبالك الكوكتيل ده ده لو انا عايزة لتنمع حمل موجود كده بس مشكلته حاجة عايز يتحبب طريقته هو وبس اناني اناني في الحب وانا دايما اقوله تزوق الطرف التاني بنوطة برضو لها طريقة في الحب تزوق طريقتها اه انت شاطر في الحب وبتعرف تستضل فريسة كويس بس مش معنى كده ان انا الطرف التاني مش هتعرف تدلعك لو هنتكلم عن الرجل القوس ايوا فالرجل القوس ده انا دايما انا سميه حسين فاهمي يا واد يتئين يا واد يتئين شفتي يا عصوز محمد يا عصوز يتئين يعني عاملة معك واجب كيبر جدا هو الولد الشقي اللي ده مخفيف اللي بيحب الخروج والصحاب والمغامرات ما يحبش لا تقوله رايح فين ولا جاي منين مش عايز تحكم بس بشطرتها تخليه يقعد في البيت وبغبوتها تخليه بقى اليوم كله برا ويروح لهم فرهد ودعبهم عايزة عجنهم على طول لان هو بيكره النكد والمسئولية اه ممكن يتحمل المسئولية بس بالشطرة من غير ما تقولله اعمل واعمل واعمل تحبش القيود المركز طيب لو البنوتا القوس بنوتا القوس شخصية قوية طبعا ولكن اه شخصية قوي بتحب الحب وشطرة في الحب وبرجي ناري بس برضو مشكلتها ان هي عايزة الحاجة لا عايزة الحاجة زي ما هي شايفاها بالزبط لأ الدنيا خضوهات فبقديك تحبسك الرأي او بتحب الراجل يحبها بطريقتها هي حبة كده تعمل جو من الحب بطريقة دايما اقولها مش كل الناس بتتكلم بطريقة دي هي حساسة وشخصية ومتنغر يعني جريئة جدا وحساسة جدا يعني انا اقول مستحملش حد يقولي فدي بتبقى شوية بالنسبة للرجالة مؤلئة مؤلئة بس مسلية بالنسبة لهم احنا اتكلمنا عن العيوب والله الميزان هنخلص احنا لسا نتكلم في الصفات ندخل على الميزان 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 تلاتة الميزان اهو عشان اخويا الانتيم الميزان 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 اهنا قلت له والله هيقولك في الحلقة تلاتة ميزان الولد والبنت في الميزان اه اه الولد ده من الولاد اللي انا دايما اقول عليها هو رجل شرقي اه ماشي وفي نفس الوقت متحرر جدا ازاي معرفش جدا يعني عايز الصدق بيحب السل البنوتة تكون صدقة جدا معاه تكون مش فيك عارفة اللي هو بتحط ميكو مهتمة نفسها بس ما تغيرش من ملامحها تكون متحررة بتحضر ودمعها خفيف بس مش متحررة قوة اللي هي تكلم اللي يعني عادي هي صاحبتي وصاحبة صحابي وكلام بس بأدب عارفة اللي هو انت ايه عايزة تكسبيه كلمي عقله مش كلمي ما بيجيش معاه الصعباميات افضل رغم ان هو طيب اه العين الفضيع والترد قرينا هستأذينك ناخد آيات من قسيوت ونرجع نكمل برج الميزان ناخد هلو ايوة هلو هتفضلي يا ايات حضرك معانا على الهواء هاي عايزة اعرف التوافق بن برج والميزان معلش توافق بن برج ايه العقرب بنت العقرب بنت والميزان راجل مظبوط كده شكرا على اتصالك ايات طيب نكمل بقى معلش الميزان الاول عشان راجل الميزان هو نفس السؤال هي كويس من هو كده هو متردد تمام التردد فضيع بيحب صحابه جدا وعنيت جدا ياخد رأيك ويديك ايه ان هو مقتنع بكلامة جدا وميعملش منه اي حاجة عن تضربة عن تضربة عندك اه صح يا ريب لو انت كده ازاي والله ده انا واثقة من لو هو معاك حق يسببتك ويسببتك جدا بس يعمل اللي هو عايز يعمل اللي هو لو انت بس لكن مشكلة بس طيب جدا وقت ما يحس ان انت فعلا محتاجة حتلاقيه بميت راجل بس لما اي حس ان انت بتشتغل لقصة انا تعبانا وخلاص لقيه ما يوقفش معاك يختفي زي الزيبا اه في الحب عايز واحدة بنوتة شطورة تستعمق تبقى هي ال جي بي اس بتاعه بس بزكاء اه ما تدهوش اوامر بس تتوجهه لا والله ولا ولا تتوجهه بقى معلش ناخد امه اشركة معلش السلام عليكم فاندك يا دكتور اتفضل يا فاندك اه نخي انا بورك 29 ثلاثة تمام ووضي واحد 12 وكمان بورك 17 امام حا طيب ماشي تمام شكرا العاف طيب طب لما ييجي العقرب مع الميزان نعمل ايه بنوتة العقرب كورومبو يعني يعني شعيزة كورومبو وشكاكة جدا وغيارة طب والتاني واكتر الست في الدنيا تعيش حسب الموجود وصبورة جدا بس تفضل تخزن تخزن والناس بتخافي يقولك يا لهوية العقرب يبعد عنه لا ده بنوتة العقرب بشابو انا بحطها فوق دماغي لان من الستات اللي تعيش حسب الموجود وتصبر وتحتوي وتعدي بس عايزة تعرف انت رايح فينه وجاي منين وبتعمل ايه يعني بصي زي مرتضل اسدياتك يا عم حطالي قدامي ويعرفني انت رايح بينه جامل عشان ارتاح لكن غير كده هتفضل تبقى متحرر وتعيش حياتك لصحابك وبس هتزعل جدا وقالت التقدير تخسرنا كتير الزنب هيطلع وساعتها انت اللي بتشتكي بس كده معانا امه انس من الجيزة ألو ايه سعر باريس ايه امه انس تفضلي حضرتك برج جوزي واحد عشر وانا اشرين حداشر تمام يا فن لنفس تقريبا البرجيني اللي في اسف نفس البرجيني لا هو كده اخوكي مسيطر اه انا حسن هو خلى المشاهدين كلهم تصل اه رجل الميزان برضو هو نفس السؤال اللي فوق مع العقرب عايز تحتويها ريح قلبها قدرها جدا جدا قدر تضحياتها كتير هي بتنزل على مفيش لانها برج مائي وقت عصبيتها عدلها كلامها لان هي بتقول كلام بس من ورق قلبها لان هي بتحب قوي وبتصبر لما تحس هي لما بتخزن يعني بتبقى متضايقة بيبان على وشه وعلى جسم يعني بتبقى متضايقة بيبان بصي مكتومة كده فانت لو انت مهتم بتفاصيلها هتقول لها مالك مش مالك واحدة بس واتطنش لعشرة مالك 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 هتقول والله يا مزار انت نفس الحكاية عايزة تحتويه كلمي عقله لو انت عايزة تعرفي عنه كل حاجة اقول له ريحني وكلمي العقل قبل القلب لما تكلمي العقل هتمتلك القلب وهيبقى هو كل حاجة في حياتك الراجل ده رجل الميزان من الرجال على قد ما هو يبان ان هو طيب هو طيب جدا جدا ومن الرجال المحترمة المؤدبة جدا جدا في الحب وبيحب الحب الميزان الميزان هو بالنسبة قبل ما يجوز حمادة وبعد ما يجوز ناخد ايمان من الفيوم علو أيوا وعليكم وعليكم السلام أنا برجي 31 وجهدي 15 12 وتعايزة عرف التواصل بيناتنا ماشي يا فن تحت عمرك كم 12 21 31 31 31 31 وكم 12 طيب تمام 15 12 ماشي حد ماشي طيب يعني قبل ما نجاوب السؤال ده أنا عايزة عرف برج العزراء بنوتة العزراء بنوتة العزراء هي البنوتة فيه ناس يقولوا عليها بنت مسترجلة لا هي البنت اللي بميت راجل هي البنت اللي كلها أحاسيس بس عارفة إن هي خل قتل تدلل هي البنت اللي تلاقيها وراء كل رجل عظيم امرأة هي البنت اللي بتحب إن جوزها يقدرها يحترم عقلها يحلموا مع بعض يفكروا مع بعض يبنوا البكرة مع بعض سوى تمام اوعى تفتكر إنها عايزة تتحكم فيك أو إن هي تلغي شخصية تقبل عكس اوعى تفتكر إنها عقلها عشان شغالت طول الوقت إنها ما فيهاش ما بتحبش الحب ده هي بتحب الحب جدا بس هي شايفة إن دوري أنا كاست إن أنا اهتم بتفاصيلك لكن إنت دورك إنك تدلعني وتديني الحب هتاخد مني إنت اللي بتزرع وتحصد مني الاهتمام ده يا بختك ده هي شعارها القطنة وافتكدبش حي اللي بقى مهتمة بقونستها وبتهتم بالبيت جدا ونظافة جدا جدا أنا عايزة أقول لك يا رينا يعني عندي اتصالات كتيرة جدا بس أنا عايزة أوقف عشان أسمع برج العزراء يا جماعة ده البرج ده بتاعنا أنا يا جماعة يعني أعمل إيه طيب أنا هعمل إيه ما يدائما بحزبيني رينا لما بطلع معايا طب ناخد أم أحمد أم أحمد ألو عليكم السلام أنا عايزة أعرف صفات التوافض اللي بوجي بتاعنا وجوزي حضرتك برج إيه أنا 4-12-12 تمام وجوزي؟ وجوزي 23-23 تمام شكرا نفاني برضو نكمل العزراء لازلت مسكة لا يمكن لازلت نكمل العزراء بانوتة العزراء أنت سند لكل صحابك دايما طول الوقت بتسمعي وبتحلي مشاكل الناس بس دايما طول الوقت ما بتحكيش دايما بتخزني بتعدي بتكبري محل الكتير دي اللي بيقرك ضغيري جدا العقل مش بيفصل العقل بيفصل دايما عشان أكسبك أجاوب على سؤال واحد ليه؟ كلمة ليه لو أنا قلت ليه عملت كذا ليه ما اتصلتش ليه اختفيت ليه ما عملتش كذا أنا خلاص بسامح على طول يعني بتقدروا جدا يمكن الستات بطبيعنا كلنا تفهيم وبنحب أنت ما كلمتنيش أنت ما ردتش علي أنت ما بتحبنيش لأ أنتوا ما بتقولوش الكلام ده خاطئ العزراء؟ لا أنا عندي حاجة لأ أنا لو في حد ما ردش على المسيج بتاعي ممكن عميله بلوك بلوك ما هو ليه؟ ما انت عايز تعارفي ليه؟ طيب هناخد أم أيمان معانا معلش ونكمل برضو على العزراء ألو؟ وعليكم السلام والله يا برنامج جميل بحييكم عليك ده بحضرتك ربنا يبارك فيك وحيي الأستاذ علينا أنا عايزة أعرف برج العقرب والله يا حضرتك بنت ولا ولد تكلم عليه العقرب والأول متوزاء العقرب والجوزاء طب مين البنت ومين 29 العقرب والجوزاء 16 19 6 ماشي يا فاندل ماشي مين البنت ومين الولد؟ مين البنت ومين الولد يا فاندل الزر الإتصالة قطعة ألو؟ طيب مش مشكلة بتفرق جدا يا جماعة البنت عن الولد طيب استكمالا لكلامك فيه ترفونات كهيرة جدا لا هقولي الكلمة دي بس انتي بتقولي لا انا لازم اعرف ليه فيه فرق بين البنت اللي بتقول انت ما انتصلتش بي عشان مش مهتم الاهتمام ما بيتطلبش وفيه بنت عايزة تعرف السبب انتو عايزين تعرفوا السبب وبتسكوتي تمام؟ لكن فيه ناس تانية بتتعاملي وان فيه البنات مش زي بعض فيه بنت عايزة حب طول الوقت وفيه بنت عايزة تفهم طول الوقت طيب هستازيني كارينا ناخد ام رودي وبعد ازنا كاريسة أحمد ما تدخلينها اشتليفونات لحد ما تخلص عشان نكمل عزراء عشان نكمل عزراء عشان نكمل عزراء هلو؟ ام رودي السلام عليكم عليكم السلام ام رودي ام رودي النار مع النار ممكن تدفي البيت لان هو ازا كانت هي عينيه دقرات فهو عينيه 24 ده كمان عند الراجل القوص أصعب بإيه؟ بصي عارفة زي حسين افتكوا دايما حسين فاهم ما كان عاملك اوه يهمني إلعبي اتعصبي لواديت ايه؟ بذكر ويسكت فسكوت الراجل بالنسبة لأي ستة وخصوصا انه ستة بورج ناري اتكلم يعني انا عمال اتكلم اتكلم وانت ماشا الله بتمتص زي اللي ايه؟ ده بيخليها تزيد اكتر فبتزيد اكتر فلازم ان انت اتكلم معيها واسمعها فضوا اول بول عشان النار لما تزيد ما يبقاش بوركان اسمعوا بعض عد يا ليلى مشاكلنا اوي يوم بيوم لا تؤجل عمل اليوم من الغد اتخاني الخناء النهاردة وخلصوا تصالحوا عين الدنيا تبقى حلو مامتها سبع عشرة مامتها الميزان مامتها هي بتروح تحكي الماما تمام فمامتها ممكن تكون بتقولك انت تفهق او مشاكلك تفهق من وجهة نظرها من وجهة نظرها فهي بتبدل تطبطب عليها يمكن هي اللي بتعقلها شوية بس مش معنى كده ان انت غلط انت بتحب بطريقة وماما بتحب بطريقة قال اني مقوم ست الميزان العقل عندها اكتر من القلب لكن بنوت تلحمل القلب اكتر من العقل تمام فبنوتك يا ماما عايزة تتحب الطريقة معي عايزة جنون الحب مش معنى ان ده مش اتهام ابدا بالعكس ده البنت اللي بتحب جنون الحب تفضل طول الوقت مستمتعة بالحب لحد ما تبقى 70 سنة تبقى طفلة فانا بحب ما تتغيريش بس نقلل شوية من العند عشان نستمتع بحياتنا فيه امه اناس قلناها هيعتبر ميزانه عقرب فوق زي ايات بالزبط طيب نرجع بقى للعزراء تاني؟ نرجع للعزراء نرجع للعزراء العزراء دايما بيقولوا ان هو بيفكر بعقله اه يعني قبل قلبه يقولوا ما عندوش قلب لا الراجل العزراء ممكن اشد شوية من الناس الراجل بطبعه جديد تمام فلما يزيد العقل وما يبقاش في قلب بيبقى اشد فبتبقى اي صعب ان انت تخترقي كرجل كرجل فبيته بيبقى فيه شوية ملل ورتابة من الحب لكن الست بطبعه احناين زيادة عن اللزوم فلما ييجي العقل مع الست فبتزداد جمال وأنوسة حتى دايما الست دي بتبقى صديقة للرجال لان هما بيعتبروها ان هي عقلها كبير فدي بتبقى حلوة كمان بتبقى صديقة للزب ايو شبتني شفو شفو والله مش دفعيني يا جماعة بك لا بتبقى صديقة بيسألوني برج التور مع برج السرطان مش عارفة البنت مين والولد مين البنت مين يا قصة محمد والولد مين السرطان بنت ولد اه وايه والتاني بنت بنوتة التور مع السرطان بصي بقى البنوتة التور جدع جدا وطيبة وبتحب جدا جدا بس ايه عندهاش يا مرحميني لما تكون متعصب رجل السرطان حساس اقل كلمة اجرحه فالهو نعم انت يعني بتعملي ليه كده؟ اه تعملي كده اه تعملي كده كله ضرب ضرب بيه فانا بقوله دايما الست دي مفيش في قلبها اي شر يعني بصي عارفة ليقولك بالفطرة اللي جوه قلبها ده انت تخاف من الست اللي بتاخد بالها من كل كلمة لكنك الست اللي بتطلع الكلام قوي كده الكلام ما بيلزقش عادي وعادي يا ليلة برضو مصريني بزونا تليفونات معانا صرا من الكاهرة قالوه صرا خط قطع خط قطع يا جماعة طيب الحمد لله طيب برج الجدي لاني جوزي جاتي وصحبتي الأنتيم لازم اسأل على الجدي الجدي في البنت برضو بتفكر بالعقل اكتر من القلب ولكنها ليها طريقة تانية غير يعني مثلا عزراء بتهتم بقنوستها جدا تمام بتهتم بتتفاصيلها بتخاف على شكلها بنوطة الجدي بتتفكر بالعقل ولازم تعرف كل حاجة برضو بس عندها حتة ان هي طول ما هي قاعدة شغلة نفسها بالعالم كله بالولاد وبالزوج عايز تعرف التفاصيل كلها عندها الأسرة أهم حاجة والراجل نفس الحكاية نقطة ضعف وولاده يعني نقطة ضعف وبيته وولاده بس الحياة بتبقى موملة وروتينية اليوم من ساعة ما بنصحى لحد ما ننام أنا ممكن أسمعلك بكرة هيحصل إيه من الساعة كذا لكذا هيحصل كذا ومن كذا لكذا هيحصل كذا تحيس انيتي بتأدي واجب وطني كأنشاء هنستمتع انت بحياتنا طيب معنا فاطمة من الكاهرة طيب أيها أيها تفضل يا فاطمة بعدها حضرتك كنت عايزة بس أعرف جوبي 5.1 döt milligrams ألف وتسعمية 40 وانا 22 ألف تسعمية ألف تسعمية 40 طيب 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 برج الجدي الراجل دايما أنا أقول للراجل حلوة قوي قوي أنك أنت تستمتع بحياتك حلو أن أنا كنت منظم حلو أن أنا أخذ بيلي من ولادي ومن حياتي إننا بيتي يبقى حلو مش نقصوا حاجة أكلك وشوربك وكل حاجة بس في حاجة اسمها الحب لازم أتذوقه حال أنت بتحب تدلعو بيحب ياخد حب كتير قوي بحب تولمت بس أنت كده أناني طبعا تدي إمتى الدنيا مشاركة خضوهات عمر ما كان الحب إننا يبقى ورقي سليم يعني أنت دايما ورقك سليم رجل الجديد دايما ورقه سليم بس نفتقد الأمان يعني ورقه سليم جدا يعني أنت حتى لما تيجي الست تقولك أنا حاسة أن أنا ناقصني حاجة أيوة فين الحاجة أحطي إيدي أحطي إيدي على السؤال يا جوابت ما بتلاقيش سؤال ما بتلاقيش حاجة لأ أنا ناقصني طبطبة ناقصني احتواء ناقصني كلمة حلوة ممكن تكون المواقف حلوة ما فيش كلام والراجل مش بس بكلمته الراجل برعايته لبيته أسرته ده أشخاره لأ أحيانا الكلمة ده رسولنا الكريم عليه أبداً بالصلاة والسلام أنا الكلمة الطيبة صدقة لا هيئي وأكتر الصدقات الصدقة للزوجة بالطبطبة والكلام الحلو والكلمة أنت خاصة النهاردة مالك محلوة كده ليه الكلام ده على فكرة يعني ما فيقول السحر معنا إحنا كبنات بيبصي حتى يا إياه الكتبة البيضة على الستة مش حرام الكتبة على الستة حالي ناخد آخر تصال معنا النهاردة أم يوسف ألو أم يوسف ألو أيها فاندك لو سمحتي أنا كنت عايزة أنا 13 ثمية 13 كم؟ 8 8 10 ثمية تمام ووزي تمام ما يا رينا إيه الأخبار الأسد مع العقرب الأسد بنوتة بمئة راجل عندها شخصيتين قطة وأسد وهو وشطرته لما بيكون هو رجل زكي وطيب وحنين عشان هو رجل العقرب وبيعرف يعني حفزها حفز تفاصيلها بس هو غامض تمام وهي واضحة جدا اللي في قلبها على لسانها هي بتكره فيه إن هو غامض قبل ما بتكلمش بتلاقيه فجأة متضايق منها وهي مش عارفة هي عملت إيه زعله موته متقلب يعني؟ آه لأ مش متقلب بيشيل بيخزن فاكرة ما قلنا من شوية إن هو كورومبو دايما نقوله قول لو حاجة مضايقك عرفني عشان فجأة بلاقي البيت بيكسر وأنا مش فهمة فيه إيه أنا عملت إيه يعني فأنا مش مش هيلفعك عرفني إيه اللي مضايقك مني عشان أصلحه طبعا إنتي بانوتة بتستني هو اللي يدعك الفانوس ويطلع القطة من جوايا فطول الوقت وقفة بمقاسة نستنياه هو اللي يدلعني عشان أرجع قطة تاني لا I love myself أنا بحب نفسي وهستمتع بحياتي وهعيش في نفسي أنا بحب نفسي كده ما استناش حد بقى الراجل في مثل كده عندنا في البلد يقولك الراجل يحبك عفية تمام وأهلك يا حبوكي مش عارفة إيه الراجل لما بيلاقي الست مهتمة بنفسها وأهلك يا حبوكي غنية صحيح مزبوط يارينا طبعا إيه الراجل لما بيلاقي الست مهتمة بنفسها وحلوة تلاقيه دايما بيقرب منها لكن لما هي تستنى ان هو اللي يبدأ بالكلام عشان يقول لها هتمي والكلام ده كله هيبعد وهتلاقي نفسها طول الوقت عطشانة ومستنيايه هتم بيها ماينفعش تهمه فلازم أنا بحب نفسي وبدلع نفسي عشان يجي لك أنا عايز أقولك إحنا كان معنا أسئلة كتير جدا على أبراج أنا مش عارفة أصلا اللي هو إيه يعني الفقر عدت إزاي يخسار وطبعا عملة تقولي لي أنا هقول برج العزاء أنت بل حتيش تقولي حاجة على برج مش عارفة طيب نامل إيه والاتصالات ما شاء الله كانت كتيرة جدا يعني طيب عايزة كلمة أخيرة كده شوفي هتقوليها على أنهي برج بقى من عندك أنت لا هقولها في الأموم كل الستات في الدنيا محتاجة الاحتواء والكلمة الحلوة وكل الرجالة برضو محتاجة الاحتواء والكلمة الحلوة كلنا في الدنيا عايشين علشان نكمل دورنا وربنا يحسن ختمنا بالخير عشان نحصد حب عشان لما نكبر ونعجز نلاقي السند السند هو مراتك والسند هو جوزك فياريت مشاكل الدنيا ومشاغلها ما تاخدناش وتمسينا أن بالحب الدنيا هتبقى أحلى يا حبتي يا رينا والله أنت كنت منوراني ومش عايز أقولك أنت من أحب الناس على قلبي وأنا بحبك جدا مبسوطة وشرف لي مرة واثنين وثلاثة بقولها بجلب شرف لي أن أنا أكون معك ربنا يكرمك يا ربنا طيب آخر حاجة بقى تقولها لي على برج العزراء لا يا جماعة أنا مسترة قبل ما أختم في نص دقيقة بل نوتة العزراء حلوة قوي أن أنت تكوني اندبندنت وامن حلوة قوي أني كلك أحلام حلوة قوي 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 أن أنا اهتم بكل التفاصيل بالبيت والولاد وكل الدنيا بس الأهم أن أنا اهتم بنفسي لأن مهما ديت هيجي اليوم علي وبقى عايزة أخد فأنت هتبقي علمتي الناس كلها تاخد منك وما تديش فتعلمي خد وهات شكرا شكرا لك يا رينا بشكرك شكرا جزينا بشكرككم أعزائي المشاهدين وإن شاء الله نتقابل الحلقة الجاي اشتركوا في القناة